بأقل سعر فايدة كروض لأصحاب المعاشات من 3 بنوك تصل لنص مليون جنيه أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد تطلق سلاسة بنوك كروض لأصحاب المعاشات سواء الذين عملوا في الكطاع العام أو الكطاع الخاص بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء يعتبر البنك الأهلي هو سالس بنك عام بعد بنك مصر وبنك الكاهرة الذين يقدمان نفس القروض لأصحاب المعاشات أو المستفدين من المعاش مثل الورسة تقدم البنوك الثلاثة العاملة في قروض أصحاب المعاشات والمحالين إلى المعاش في سن مبكر أو التقاعد في سن قانوني أو المحاول معاشهم على البنك هنستعرض لكم في هذه الفيديو تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من البنوك الثلاثة أولا البنك الأهلي المصري بنك الأهلي المصري قيمة القرض فيه بتبقى من 5000 جنيه كحد أدنى إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى مدة التمويل من سنة لعشر سنين كحد أقصى بواقصات شهرية سابتة نسبة الفايدة 14.5% فايدة متنقصة حتى عشر سنين مع خفض الفايدة 1% خلال فترة 3 شهور في الحاملة الترويجية في مبادرة ميغلاش عليك لتحفيز شراء المنتج المحلي ليصبح 13.5% حتى شهر أكتوبر المقبل المصريف الإدارية الإعفاء من المصريف الإدارية حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل خلال الحاملة الترويجية في مبادرة ميغلاش عليك لتحفيز شراء المنتج المحل أما بعد انتهاء الحاملة الترويجية فاتراوح من 2% من إجمال قيمة القرد على فترة التمويل وتصل القيمة إلى 7 سنوات و3% من إجمال قيمة القرد على المدة التي تصل إلى 10 سنوات بحد أدنى 250 جنيه سن العميل ما يعديش عن 65 سنة عند سداد آخر قسط من القرد الحد الأدنى لقيمة المعاش المحول هو 1000 جنيه نسبة تحديد استقطاع القسط الشهري من إجمال المعاش ما تزدش عن 35% من إجمال المعاش الذي يقل عن 3000 جنيه وأكتر من ذلك يتم زيادة نسبة الاستقطاع لـ 50% من إجمال قيمة المعاش تدخل نسبة استقطاع القسط الشهري من المعاش في تحديد قيمة القرد عوائد التأخير يفرض البنك على العميل الغير ملتزم والمتخلف عن سداد القسط نسبة فايدة 2% عن مبلغ المستحق ولم يدفع بالإضافة إلى 20 جنيه البنك الثاني وهو بنك مصر تفاصيل القرد من بنك مصر لأصحاب المعاشية قيمة التمويل تتراوح فيه من 5000 جنيه لـ 500 ألف جنيه بشرط أن يسمح المعاش بتغضية القسط أو تجديم إثبات دخل آخر للعميل للحصول على الحد الأقصى للقرد مدة السداد تتراوح من 6 شهور لـ 8 سنين كحد أقصى نسبة الفايدة 15.5% فايدة متناقصة سن العميل لا يتجاوز 65 سنة عند آخر قسط من القرد قيمة المعاش 500 جنيه كحد أدنى 3. بنك القاهرة قيمة التمويل في بنك القاهرة تتراوح من 3000 جنيه لـ 200 ألف جنيه مدة السداد من 6 شهور لـ 7 سنين نسبة الفايدة 17% فايدة متناقصة سن العميل لا يتجاوز 65 سنة عند آخر جسد من سداد القرد قيمة المعاش 1500 جنيه كحد أدنى المسندات المطلوبة طلب الحصول على القرد سورة بطاقة الرقم القومي وبيان معاش معتمد من جهة التحويل وإيصال مرافق حديث الأربع حاجات دول مطلوبين في الثلاث بنوك في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة تشترط البنوك الثلاثة حصول العميل على موفق بالقرد وتقديم خطاب موجه من هيئة التعاملات التابعة لها بقيمة المعاش الشهري والتعاهد بتحويل المعاش على البنك حتى سداد آخر قسط للقرد إذا عجبك الفيديو عزيز المتابع من فضلك قم بالاشتراك الآن في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد